طيب نتكلم بقى دلوقتي عن الفرماكو دايناميك ايه الفرماكو دايناميك احنا قلنا احنا قلنا احنا كان عندنا الهيومان وعندنا الدراك بتاعنا احنا قلنا لما يجي ادرس تأثير الجسم على الدواء بنسميها ايه فرماكو كاينتي طيب لما يجي ادرس تأثير الدواء على الجسم اسميها ايه فرماكو دايناميك انا اشوف الدواء عندها يشتغل ازاي على جسم يبقى فرماكو جاديناميك مقصود بيها واتزد راك دستو زاق بادي الشخص او الدواء هيعمل ايه في الشخص تمام هيعمل ايه بقاها والدواء عندي بيشتغل ازاي الدواء عندي الحياة بيشتغل باكتر من طريقة ممكن يشتغل على ريسبتور يعني في ممكن يشتغل على ريسبتورز ريسبتورز بنسموهم المستقبلات بيبقى عبارة عن ايه يعني ايه حاج موجود على الخلية بييجي الدواء عندي بيقوم جاي ايه ماسك فيه تمام بيمسك فيه فبالتالي ويقوم جاي عامل بقا الشراء بتاعتنا بقا تدخل الخلية وتحصل للتغيرات ويستجيب تمام يعني ايه افينتي افينتي ده مصطلح بيقول قدرة الدواء ان هو يمسك في الريسبتور يعني هو الدواء هنا لوحده عندنا هنا الريسبتور اهو ويه عندنا هنا الدواء بتاعنا قدرة الدواء ان هو يمسك في الريسبتور ويعملو لي مع بعض دراج ريسبتور دي بنسماها افينتي منجرد بس ان هو يمسك طب مسك وهيشتغل ولا مش هيشتغل يبقى كلمة افينتي القدرة بتاعته ان هو يمسك سواء اشتغل او ما اشتغلش يبقى افينتي معناها ايه ability of the drug to bind with the receptor to form a drug receptor complex سواء اشتغل او ما اشتغلش طب اف كسي اف كسي بقى قدرته ان هو بقى بعد ما يمسك فيه ويعمل الكمبليكس او الشكل ده ان هو يديني ايه response يديني ايه response فنتيجة كده بقى فيه عندي حاجة اسمها agnost لما قلت دوا ده agnost يعني ايه agnost لا agnost بيكون شخص اللي هو الدراج عندي بيمسك في ال receptor وبيديني response بيعمل ايه stimulation type of response يبقى الاجونست ده هيكون عنده ايه الاجونست هقول ليه affinity ليه ليه افينتي لانه بيمسك في ال receptor طي وكمان عنده الفيكس ليه لانه بيقدر يشتغل وديني response طي antagonist ده بقى antagonist من اسم كده ايه antagonist antagonist الانتاجونست ده بقى ايه ليه القدرة ان هو interact وزا ريسبتور يعني بيعمل complex برضو بس ايه بقى مش عنده الفيكس يعني بيمسك في ال receptor وديني complex بس ايه بيمسك ويقفل بس مش بيمنع اي حاجة تانية لتشتغل يعني ايه بيقفل ال response بتاعت ال receptor يبقى هو عنده affinity ليه عنده affinity ما هو كده كده ايه يبقى عنده affinity مش هو بيمسك بيقدر يمسك وديني ويكون لي complex او طب ايه هي بقى ال efficacy عنده efficacy ولا ما عندوش لا مش عنده هو عنده affinity بس مش عنده efficacy ده عنده affinity وعنده efficacy يبقى efficacy قدرته ان هو يشتغل efficacy قدرته ان هو عالشغل affinity اللي هو ايه قدرته ان هو يمسك فقط تمام او ممكن interfere او يتفاعل او يقصر على cell division انقصام الخلية والادوية اللي بتقصر على انقصام زي الادوية اللي بنستمر في علاج الكنسر زي اللي هي side toxic drugs او interfere with metabolic pathway metabolic pathway اللي هو ايه حاجات في الخلية كده metabolic حاجة بتتحول لحاجة فزي السلفونامايد ده السلفونامايد طبعا بيوقف في باكتيريا بيوقف نمو الباكتيريا ان هو بيتفاعل او كن بيحصل كمنافسة مع برقامينو بنزوك acid عشان بيقل السنسز او فولك او ممكن يشتغل على انزيم انزيمات بقى يشتغل على انزيم معين يقلل او يوقف شغل انزيم معين زي الاسبرين زي الاسبرين عندي بيوقف cycle oxygen enzyme او الاسين هيبيتون بيوقف الانجوتينس converting enzyme يبقى الاسبرين عندي بيقلل بيوقف من cycle oxygen enzyme عندي الاسي انهيبتور بتقلل من الانجوتينس converting enzyme بتعمله ايه انهيبش بيعمله انهيبش بيوقف بيوقف شغله تمام ده يعني شغله بيوق ايم على كده تمام احنا ممكن نمسح المثال ده لان البيتا اجنست الحقيقة بتشتغل هي اسمها بيتا اجنست لما اجنست بتشتغل على الريسبتور اللي هو البيتا فيه عندنا الريسبتور اسمه بيتا بتشتغل على ريسبتور بيتا و بعد كده بتديني ايه تفاعلات بعديها تفاعلات من ضمنها هي بتزود الادناي السيكليز انزام لكن هي بتشتغل عن طريق الريسبت تمام فيه عندي كمان الاكشن بتشتغل على ايون يقفل ايه 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 ايون يعني ايه قناة مفروض ايون قناة بتدخل ايونات او بتخرج الحرقة بتاعت سوديوم كالسيوم الحاجات دي كلها اللي هو الحاجات الحاملة شوحنا فبالتالي زي اللوكال انسيتك اللوكال انسيتك يعني تعرفين الادوة بتاعتي التغدير الموضيع تغدير الموضيع ما لهم التغدير الموضيع بتقفل السوديوم بتشانل يو مثلا سوديوم بتقفل السوديوم في عندي كالسيوم بتشانل بتقفلي المفروض ان هي بتعدل كالسيوم او او في حاجة عندي اسمها ايه وفي عندي حاجة اسمها ايه فيزيكال او كيميكال بقى ازاي ان انا باخد دواء بيمتص دواء تاني بيعتمد على الصفات الفيزيائية بتاعته اعتمادا على الصفات الفيزيائية ازاي زي الشاركل الشاركل طبعا او الفحم الناشط اللي هما بيستخدموه في علاج السموم انها باخد الشاركل او فحم كده عشان امتص الأدوية عندي في الجهاز الهضمي عشان محصلهاش امتصاص وبالتالي اقلل ايه من امتصاص السموم او كلين ده ماز اهو السموم او اخد حاجة اخد جرع علي من دواء او حاجة باخده عشان خطر ايه ما احصلش عندي امتصاص وبينزل طبعا بقى بقى في الفيزيز او حاجة اسمها ازموزس زي المانيتول هناخد بعد كده شغل ازموزس اللي هو المانيتول ده كافة ديروتك هنشرحه بعدها تمام او حاجة عندي كيميكال زي كيميكال انها بعمل يعني معادلة معادلة الحمض بتاع الاستومج بالالكلي زي ان فكرة الانتاسيز ليه بعادل الحمض بتاع الاستومج باستطم حاجة ايه قاعدة او بعمل كاليشن كاليشن اللي هو ايه كاليشن اللي هو طرد او باستخدم مثلا كيميكال كومبوند بحقنه في البلود ماشي او باديه في حقا يعني بيمسك بقى في معادلة بقى اللي هي موجودة في زي مثلا باستخدم حاجة اسمها ديسفروكزامين ديسفروكزامين ده باستخدمه في علاج ايه الايرنتوكسيستي اللي هو الحديد تعالوا كده مع بعض نشوف النوت بتاعتنا كده عايزين ان احنا الجزء ده يبقى نحدد كده عندي الميكانيزم عشان بس الكلام الكتير ده هنحددهم في حاجة بسيطة قوي يا اما تشتغل اكشن اون تشتغل على ريسيكتور ايون شانل او انزايا تاني حاجة انترفير تتداخل مع ميتابوليك بسويس تمام بعد كده باقي فيزيكال كيميكال انتراكشن يبقى كل اللي احنا شرحنا ده احنا بنشرح ايه وبنتكلم عن ازاي الدروج ممكن يشتغل عندي صح يبقى ده تلخيص الكلام ده كل طيب ناخد بقى مثال هنا مثلا الريسيبتورز هنا نعرف عندي هنا في الريسيبتورز نعرف ايه اه نعرف هنا اللي احنا قلنا عليها الكلمة affinity وكلمة efficacy يبقى احنا نعرف ايه كلمة affinity يعني ايه كلمة efficacy يعني ايه تمام ونعرف يعني ايه agnost ويعني اي نعرف يعني ايه antagonist تمام متابولك بسويس زي السلفونوميت اكشن اون انزيم زي الاسبرين والاسي انهايبت طبعا هناخد دولات بعد كده تمام ايون تشانل زي اللوكال اناسيتك اللي هي ادوية التغذير الموضوع بتقفل ايه عند السوديوم تشانل او كالسام تشانل بلوكارز زي الفيرباميل طبعا هناخد دي ان شاء الله بعد كده عندي فيزيكال زي التشاركول بيمسك في الادوية وعندي كيميكال زي الحاجات اللي هو وعندي كاليشن زي الديسفروكزامين بس تطوم في علاج ارنتوكسيستي تمام يبقى احنا اللي احنا قلنا ده كله نفهم عايزين بس النوت اللي انا عاملها لكم دي دي يتوضح لكم ايه الاختصار كل الكلام ده تمام يبقى نعرف ده طيب نتكلم بقى عن dues of drugs يعني ايه dues of drugs جرعات الادوية الجرعة بتاعت الادوية يعني ايه جرعة الادوية هاس necesita حاجة اسمها استرابويتك دوز كلمة استرابويتك يعني حاجة علاجية الجرعة العلاجية يبقى ا irre sequent Both مقصد بها اللي هي الجرعة العلاجية يبقى average dose for an other required to produce est Factory effect يبقى الجرعة اللي بتدين ايه اللي بتشتغل تدين respons ورزبونس علاجي في عندي الانشيال دوز الانشيال دوز او اللودنج دوز اللي هي الجرعة المبدئية بس بتكون كبيرة لو انا عايز اوصل افكت بتاعي اسرع بستخدم نار جدوز في الاول تمام بنسميها اللودنج دوز وبعد كده اللي بمشي على جرعة اقل اسمها ايه مينتنانس دوز بسميها ايه مينتنانس دوز تمام يبقى دي الجرعة اللي انا بفضل مستمرة عليها بحافظ على ايه تأثير الدواء بتاعي في حاجة اسمها ماكسيمال ماكسيمال يعني ايه اقصى حاجة ماكسيمال تولوريت الدوز جرعة اقصى جرعة قدر اتحملها يعني ايه اكبر جرعة اكبر جمعة اكبر جرعة كبيرة اللي تديني تأثير من غير ما تعمل ايه توكسك افكت تأثير ايه سام او تعمل لي مشاكل توكسك تمام طب ليسل لا شوف اخوة 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 ديني من الفرق دي اسمها استرابيوتك حاجة استرابيوتك حاجة علاجية علاجية انما ليسل مميتة ليسل دي حاجة مميتة يبقى الدوز اللي بتديني ايه اللي بتسابي بالوفاة طيب باي دوة في جرعة منه علاجية في جرعة منه لو انا اتعدتها هبقى هساعمل ايه هعمل ديس موت تمام طب انا دلوقت حاجة فعشان كده عملوا حاجة اسمها استرابيوتك اندكس يعني استرابيوتك اندكس استرابيوتك اندكس ده عبارة عن الريشيو ما بين اللي سالدوز والأيه وهو الافيكتف دوز طب يعني ايلي سالدوز وهو اللي هو الجرعة اللي لقوها بتعمل تقريبا بتموت 50% من الحيوان طب الافيكتف دوز الجرعة اللي كانت بتديني تأثير في 50% من الحيوان فعملنا حاجة اسمها ايه استرابيوتك اندكس استرابيوتك اندكس يبقى استرابيوتك اندكس عندي ده مهم ان انا اعرف لήه بيحددلي دلالة على الدواء ده safe ولا لأ كل مكان السيربيوتك انديكس عندي عالي ده معناها ان الدواء عندي safe تمام يبقى زهاير زه سيربيوتك انديكس عرف ان الدواء بتاعي ايماله safe طيب في عندي حاجة اسمها factors عوامل برضو او بتعدل عندي من الدوز والأكشن يعني انا شغل الدواء ممكن نفس الجرعة وما تدنش نفس الشغل والجرعة نفسها مش كل الاشخاص بكتب لهم نفس الجرعة مش كل الناس هتاخد نفس الجرعة للدواء طيب توقفوا على ايه بقى العمر والوزن زي ما قلنا الاطفال الصغيرين لسه مولدين غير الناس كبيرة جدا لان طبعا ايه يعني كلمة يعني الصغير قوي وكبير قوي طبعا قدرة الهيباتيك ميتابوليزم الليفر عندي ما بيشتغل زي الاول والكلية عندنا بتاحها مش زي الاول تمام طبعا برضو الاطفال الصغيرين يبقى الدرلي اللي هو المسنين الدرلي اللي هما ايه المسنين اللي هما الاطفال ما لهم الاطفال بقى بيكون لسه الكدني بتاعتهم الماتيور لسه ما حصلهاش ايه لسه مش مش نضغط يعني ايه حاجة كده ايه لسه مش شغالة كويس حتى البلات برين باري بلات برين باري يعني ايه الحاجز بتاعهم احنا عندنا البرين عندنا متحوط بايه بغشاء كده اسمه بلات برين باري بيمنع وصول في الادوية جوه يعني مش كل الادوية بتدخل البلات برين باري عشان طبعا التأثير على الدماغنا والسي ان اس تأثيرنا على الجهاز العصبي يقل طيب هم عندهم بقى طبعا الحاجز بتاع ده لسه الماتيور يعني ممكن ايه يدخل لادوية بسهولة تمام في نفس الوقت ما ان الليفر بتاعهم الكابت بتاعهم لسه مشتغلش كويس هلاقي كمان البلازما بروتينز اللي هو الالبمن والحاجات موجودة في الدم ايه قليل فده طبعا هتأثر عندي على نسبة الدول اللي موجود اللي شغال في ايه في الدم احنا عندنا الدواء الدراج لما يكون ماسك في بلازما بروتين مش بيكون شغال بيبقى in active بيكون ايه in active الجز الفري اللي مش ماسك في بلازما بروتين هو اللي بيكون active وشغال هو اللي بيكون active وشغال طيب الويت الوزن الوزن كمان بيكون اضق من العمر لان في لو في عند ممكن يكون عند طفلين نفس العمر بس واحد وزنه كبير واحد وزنه صغير او حجمه او surface area اللي هو الحجم بقى واحد حجمه كبير واحد حجمه صغير يبقى الويت اضق عندي من العمر وال surface area اضق عندي من الوزن تمام اللي هو الوزن طيب السكس عند الفيميلز او الاناس ما لهم بيحتاجوا smaller dose يعني اكتر من الميل بالقل الجرعة عندهم البرسنت افات الدهون عندهم اعلى والاستروجين زي ما قلنا ما له اسماكروزومال انظيم ايه انهيبتور طالما بيقلل فلو بحتاج ان انا اقلل ايه الدوز عندي لان التكسير بتاع الدو عندهم ايقل طيب روتقف ادمينستريشن يعني ايه روتقف ادمينستريشن اللي هو الطريق اللي باخد بيه الدو طبعا لو انا هدي دو انترا وفيناس هدي لدرع الجرعة بتاعته هتبقى اقل من الانترا ماسكولر اقل من السابكتنوس اقل من الاورال لان قلنا في الانترا وفيناس دو كل الجرعة اللي هديها هتوصل وهتشتغل عند وصلت الدم بايو قابليابلتي 100% انما الانترا ماسكولر والسبكتنوس والاورال الجرعة طبعا مش هتوصل ايه كاملة فالدوز الانترا وفيناس هتبقى اقل من الانترا ماسكولر اقل من السابكتنوس اقل من الاورال في عندي حاجة زي الماغنيسيا مصالفيت الاكشن بتاعه بيختلف على حسب الروت بتاعه يعني لو خدته أورالي عن طريق الفم على بيشتغل كابيربيتر لو خدته انترا وفيناس وريد بيشتغل على السي ان اس والاسموس يعني بيعملهم دي بريس يعني ايه بيقلل من الاكتيفتي ريكتلي ريكتلي طبعا هيعمل حاجة اسمها ريتينشان انما ماشي بيتوقف على البثولوجيكالستيت ايطار الشخص ده عنده رينا الفيلير عنده فشل كلاوية عنده الكابت بتاعه أخباره ايه سيرتوكسيكوز اللي هو فرط نشاط الغضة الضرقية الناس اللي عندهم فرط نشاط الغضة الضرقية بيجي لهم حاجات بيبقى عندهم بيستجيبوا أكتر الأدرنالين اللي عندهم ايه بيبقى عندهم سوبر سنستيفيتي دايما بيحب حسد نباط ألبوم سريعة عندهم رعشة تريمورز والحاجات دي كلها يبقى السائل أو الرين الفيلير اللي هو الفشل الكلوي طيب وفقد منستريش الوقت أنا مديه الدواء ايه لو مثلا الدواء بتاعي كان جسر كئرة بيعمل اريتيشن او في المعدة وبيتدايق المعدة طبعا عملان التهابات بدي طبعا الأزب بتاعي ايه أخذه عطول بعد ما باكل الأدوية مثلا اللي بتعمل استيميوليشن استيميوليشن يعني إيه استيميوليشن عم يتزوج من شغل استيميوليشن الجهاز العصبي ما دهاش وقت النوم تمام لو واحد مثلا حاجة زي الدايوريتيك يتزوج من верنفلو يعني بتزوج من نزول أول البول فبالتالي هيدخول الحمام كتير يعني إيه فضلا لم فيما دواش وقت النوم انت كدا هو راح ينام هتديله حاجة كل شوية يأم ويدخل حمام طيب في حاجة عندي اسمها ايه طولرانس يعني ايه طولرانس عاملة كده زي اشهر مثال حاجة الناس المدمنين اللي هما بيبدأوا بجو كده بجرعة بسيطة فبيدوهم ايه تأثير كبير او بعد شوية يلاقوا الجرعة اللي كانوا بيغضوها ما عادتش جايبه تأثير يعملوا ايه يزودوا الجرعة ليه علشان يغضوا نفس التأثير اللي كان في البداية اصلا كان بيغضوه بعد شوية ما عادتش جايبه نتيجة فبيدتالي كل شوية زودوا الجرعة زودوا الجرعة عشان ايه اخد نفس التأثير عندي يبقى انا عندي طولرانس يعني كإن حاجة حصلت تعود كده يبقى ديكريز رزبونس بتاعتي الدواء بتاعها قلت توزيج والدوز اوزدرق يبقى الرزبونس بتاعتي ايه قلت توزيج والدوز اوزدرق طيب في حاجة عندي اسمها ايه كيميوليشن يعني ايه المعدل اللي انا باخد في الدواء اكتر من المعدل اللي انا بعمله قلل مينيش فبالتالي هيحصل ايه هيحصل ان الدواء بتاعي هيتجمع لان انا باخد اكتر ما بخرج فهيتجمع في جسمي فهيبقى اكتر ان يحصل عندي توكسيستي فيها حاجة عندي اسمها بلازمة هاف لايف او تي هاف يعني ايه تي هاف الطائم اللي انا بحتاجه عشان يقل عندي بلازمة كونسنتريشن عندي اله النص يعني ايه يعني انا مثلا لو عندي 3 جرام او الكونسنترشن بتاعي 3 بعد تي هاف بعد تي هاف هيقل لي هيبقى كام 1 ونص تمام يبقى ايه البلازما كونسنترشن ايه قل للنص يبقى تي هاف ده ايه الزمن اللي الدواء بيحتاجه علشان يقل ليه النص لو هو كان 4 هيبقى 2 بعد ايه بعد مرور تي هاف تمام وبعد كمان تي هاف كمان هيبقى عندي واحد هيبقى عندي واحد تمام ايه ديو سان كراسي ايه ديو سان كراسي دي يعني ايه abnormal response حصلت عندي استجابة غير طبعي بسبب ان انا عندي جينات في الشخص ده مختلفة تمام زي الناس اللي عندهم انتعارفين الناس اللي عندهم منور لهم عندهم انيميا الفول يقولك تم ممنوعين من اكل الفول او الحاجات اللي فاها بقوليات ليه هم اصلا شخص تاني بياخد الحاجات دي ونبيحصلوش حاجة طيب زي ما شاء اشخاص كده من منور لهم من اكل الفول والبقوليات لانهم لو اكلوها بيحصل ايه تكسير في كرات الدم الحمرة وبيحصل عندهم هيموليسيزيان في الكرات الدم الحمرة ويدخلو في انيميا من سماية هيموليتيك انيميا بتبقى جامدة طيب ليه عندهم انزيم اسمه جوليكوز 6 فوسفيد هيدوجينيز ديفشنس عندهم نقص في الانزيم ده طيب زي ما هم ممنوعين من اكل الفول والبقوليات فيه ادوية لو اخدوها تعمل نفس الحكاية برضو زي الاسبين وصرفونه يعني كل الادوية دي فعشان كده يقولك ممنوع ان انا اخد برضو الادوية دي في الناس اللي عندهم جي سيكس بدي ديفشنس ماشي فيه امثلة تانية زي الساكسناي الكولين في الناس عندهم برضو نقص في الساكسناي الكولين ستريز نظيم بحصل عندهم مشكلة وخصوصا في الناس بيعملهم ساكسناي الكولين الابنية والناس خصوصا اللي هم أثناء وده بيصار طبعا في التغدير أثناء التغدير في العمليات بياخدوا ساكسناي الكولين بممكن يعملهم ساكسناي الكولين الايزونازايت ايزونازايت ده طبعا حاجة بنسمى في علاج التبي في علاج التبي الدرن أو السل ماله بقى بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها بريفرال نيورايتس التهاب في العصاب بالناس اللي عندهم سلو أستيليتورس سلو أستيليتورس دي حاجة خاصة بالميتابوليزم طبعا الناس بيبقى عندهم رابد والناس تانية عندهم سلو يعني تكسرهم بيبقى أبطأ فيتجمع في الجسم فيعمل حاجة اسمها ايه بريفرال نيورايتس في عندي سوبر سينستيفيتي يعني ايه سوبر سينستيفيتي يعني انتودرانس يعني ايه ياخد الجرعة المعتادة من الدواء ويحصل عنده اكسجاريت نورمال رزونس يعصل عنده استجابة ايه جامدة يبقى اكسجاريت يعني حاجة ايه جامدة يبقى اكسجاريت يعني جامد يعني يحصل استجابة كبيرة او غير متوقعة اكسجاريت نورمال رزونس زي جوالدوز يبقى نفس الجرعة بس حصل استجابة كبيرة جدا تمام زي الادرنالين في حالة الاشخاص اللي عندهم سيروتوكسوكوزيس اللي هو عندهم زيادة في السيروية هرمون اللي هو الغدة الدرقية اللي تبقى في الرقبة بيبقى عندهم فرط نشاط فيها فبتخلي الاستجابة بشخص ده يبقى سينستيف لله للادرنالين اكتر هيبر سينستيفيتي اللي هو الحسسية هيبر سينستيفيتي اللي هي الحسسية اللرج دي بقى ايه abnormal response بقى مش استجابة لنفس الاستجابة بتاعته بس هتحصل كبيرة لا لاحصل abnormal response يعني ايه استجابة غير طبعية يبقى abnormal يعني ايه حاجة غير طبعية غير طبعية استجابة غير طبعية بسبب حاجة؟ أسماها antigen anty body reaction زي الناس اللي بياخدوا دوا بيحصل لهم حاسسية سخنية يظهر لهم طفح جلدة ارتكارية برون يحصل عندهم برونكيا الازمة يحصل لهم انافلاكي لحد ممكن يحصل انافلاكيك شوك طبعا دي لازم نلحاهم عشان ما يحصلش ايه يحصل لهمش ايه ايه ما يحصلش دس او يموته تمام طبعا الاموشن اللي ستيت عندي ممكن تأثر معايا برضو زي ممكن شقى شخص مسلا ايه يكون ايه ياخد دوا مع انه هو مفوش المادة الفعال بس احساس ان هو مجرد ان هو بياخد دوا دي لقاحة ان هو خلاص بقى كويس يعني بعض الناس بيتحسنوا باي سايكولوجيكا سايكولوجيكا الافكت اكتر كمان من الفارماكولوجيكا الافكت اوسترابن زي حاجة اسمها بلاسيبو يعني ايه بلاسيبو بدي لهم حاجة كده بس ما هي شف مفاش المادة الفعال تمام حاجة ما هي الشغلة في حاجة ادراك انتراكشنز بقى هناخده ان شاء الله مع المرة الجاي